وصفة اليوم خبز حالي بالسكر والعسل أول حاجة أحتاج أنه أنا أسخن حليب في طنجرة وحأضيف عليها سكر بني غامق ومعاها حنضيف زبدة كمية كويسة وحنضيف عليها العسل والفانيلا حأسخن الحليب على النار على حرارة متوسطة وأقلبه ألين ما أتأكد أنه الزبدة والسكر البني دابوا تماما حشيلها بعد كده من على النار وأخليها تبرد عشان أقدر أضيف عليها باقي المكونات بعد ما برد الحليب صبيته في العجانة وأضفت عليه الخميرة والبيض وخلطتهم شوية بعد كده أضفت الدقيق بالتدريج وخليت العجانة تشتغل وتعجن تقريبا من 7 إلى 10 دقائق ألين ما تصير عندي عجينة متماسكة حأنقل العجينة على زبدية مدهونة بزبدة وأتأكد أنه مغطيها من كل الجهات حغطيها وحخليها تتخمر من ساعة ونص إلى ساعتين ألين ما يضاعف حجمها بعد ما اختمرت العجينة نقلتها على سطح العمل وبدأت أقسمها لأحجام متساوية تقريبا وزن الوحدة 70 جرام رصيتهم كلهم في صنية وسبت شوية فراغات بينهم غطيتها وخليتها تتخمر مرة تانية لمدة 20 دقيقة إلى نص ساعة بعد ما اختمرت مرة تانية حدهنها ببيض وبعد كده أخبزها في الفرن بسخن طبعا من أول ألين ما تستوي وتحمر حاطلعها من الفرن وهي لسا حارة حادهن عليها زبدة مدوبة كمية مرة كويسة وبعد كده حخليها شغلة 5 دقايق وأبدأ أقدمها وبالعافية عليكم اشتركوا في القناة